أهلا بك وإخواتي في فيديو جديد فيديو النهاردة صاحبي أشرح لك إزاي تحصل على 20 صندوق مميز مجانا وكمان أكتر من 20 صندوق مميز وأشرح لك صاحبي إزاي تحصل برضو على أكتر من 200 نقطة إنجاز مجانا وبرضه صاحبي إزاي تحصل على سنادي كلاسيك يعني لو جيت هنا كده أنا صاحبي جمعت 24 صندوق مميز وكمان يعني جمعت كده 14 صندوق كلاسيك طيب هتقول لي دلوقتي يقوف أزاي إزاي أنت جمعت كل السنادي دي هشرح لك طبعا صاحبي في الفيديو ده بس قبل ما نبدأ في أي حاجة كده صلى عن نبي عليها أفضل الصوت والسلام وما تنساش بقى صاحبي تنزل تعمل لايك للفيديو تشارك في القناة وبس كده خلينا على طول نبدأ في الفيديو طبعا صاحبي أنا بجمع سندي يعني بأكتر من طريقة بجمع بطرق كتيرة جدا سندي وطبعا الطرق دي أنا شرحته لك برضو في الفيديوهات اللي فاتت ولكن صاحبي في فيديو النهاردة هقول لك على أفضل طريقة وهي كمان الطريقة الأفضل بالنسبلية اللي أنا جمع بها سندي مميزة لو جيت هنا كده صاحبي ودخلت على الإنجازات فعندك هنا يا صاحبي الإنجازات أهم حاجة تقدر تجمع بها سندي من داخل اللعبة عندك طبعا صاحبي بعض الإنجازات يعني أنا هنا أساسا معي 5135 نقطة إنجاز في طبعا ناس معاها أكتر من كده وفي برضو ناس معاها نقاط إنجاز أقل من كده ففي الفيديو ده طبعا صاحبي كده أشرح لك على أفضل الإنجازات وفي نفس الوقت هي مش إنجازات صعبة خالص يعني هي أفضل الإنجازات اللي أنت تقدر برضو تحصل بيها على سندي مميزة وهقول لك كمان إيه الإنجازات اللي أنا عملتها وجمعت بيها السندي المميزة دي عندك كده صاحبي أسهل الإنجازات اللي أنت تعملها عندك هنا كده صاحبي إنجاز ضربة سلاسية ده يعني طبعا إنت لما بتعمل الإنجاز ده فانت بتحصل على 80 نقطة انجاز و 10 سنة دي مميزة يعني صاحبي حرفيا انت لو عملت الانجاز ده فحاجة جامدة 80 نقطة انجاز كده معلم وكمان 10 سنة دي طيب بقى يقوفى ازاي اعمل الانجاز ده زي ما انت شاف طبعا صاحبي انت عندك كم مرحلة من الانجاز ده عندك 6 مراحل انا خلصت منهم 5 وفي المرحلة الاخيرة يعني طيب صاحبي بتعمل ايه عندك هنا طبعا صاحبي الانجاز ده انت ازاي بتخلصه بيقولك هنا طبعا صاحبي تخلص من 3 اعداء على التوالي خلال دقيقة واحدة اثناء طبعا توجدك في اي مباراة ولكن طبعا شرط يكون تقييمك اعلى من الزهبي او يعني يكون مثلا تقييمك بلاتينيوم او ماسي او اعلى وطبعا صاحبي لازم تكون المباريات مصنفة عشان تكون عارف برضو لازم المباريات تكون مصنفة طيب صاحبي ان انت مثلا لو دخلت كده بوشهاي على اي حد بشيت على حد عادي لازم صاحبي خلال دقيقة واحدة يعني خلال دقيقة واحدة تكون جايب 3 من الاعداء اللي انت بشيت عليهم دول يعني صاحبي تجيب 3 كده في دقيقة واحدة وكده طبعا اول ما تموت بقى في اي وقت كسبت الجيم او خسرت او اي حاجة فهتجيلك كده اللي هي الضربة السلسية ان انت خدت كده يعني صاحبي لقب للمباراة دي بس اللقب ده كده هتلاقيه يعني ضربة سلسية او طبعا يعني ميدالية الضربة السلسية يعني صاحبي اكيد انت عارف بعد ما بتخلص اي جيم كده او اي مباراة بيظهر لك كده يعني لقب المسيطر مش عارف ايه الحاجات دي صاحبي انت هتلاقي الظهر عندك الضربة السلسية وكده طبعا صديقي انت بدأت برضو تعد هنا يعني زي ما انت شايف انت لازم تعمل كده 300 مرة يعني صاحبي خلال 300 جيم تكون مش لازم طبعا هتتوالي ابدا ده عادي خالص يعني خلال جيم كده في دقيقة واحدة تقتل 3 من الاعداء وكده طبعا صاحبي هتتحسب لك مرة فحاجة جمد طبعا صديقي وتقدر كمان يعني نفس الجيم كده ان انت تقتل 3 من الاعداء يعني مثلا في اول الجيم كده بشيت وجب 3 من الاعداء في دقيقة واحدة بعدها مثلا وانت بتكمل الجيم في اخر الجيم بشيت برضو مرة كمان وقتلت 3 برضو في دقيقة واحدة فكده طبعا صاحبي هتتحسب لك مرتين ودي طبعا افضل حاجة يعني في الانجاز فزي ما انت شايف كده انا في المرحلة الاخيرة او في المستوى الاخير من الانجاز ده اتبقالي طبعا يعني 140 مرة تقريبا يعني هم 300 مرة وانا عامل 196 فطبعا صاحبي اول ما خلصه هاخد 10 سنة دي مميزة وكمان 80 نقطة انجاز بعد كده صاحبي عندك هنا انجاز ضربة ربعية طبعا الانجاز ده اسمه ضربة سلاسية اللي انا شرحت لك عنه حالا الانجاز اللي تحت على طول صاحبي اسمه ضربة ربعية طيب اوف اعملي في الانجاز ده بالزبط يا صاحبي هو هو الانجاز بتاع ضربة سلاسية ولكن انت هنا هتعطي الاربعة من الاعداء خلال دقيقة واحدة مش ثلاثة من الاعداء يعني هو ده بس الفر تمام صاحبي عندك بعد كده هنا لا مفر من الهروب انجاز سهل برضو ان انت تخلصه وهنا طبعا صديقي زي ما انت شايف يعني اول ما تخلص الانجاز ده فبرضو اتحصل على تمانين نقطة انجاز وعشر صندوق مميزة طيب انت بتعمل ايه في الانجاز ده بيقولك هنا صاحبي تخلص من الاعداء اللي لازه تحرك بسرعة تزيد عن اربعين كيلو متر يعني صاحبي من الاخر كده لازم الاعداء ده يكون ماشي في سيارة او عربية يعني ويكون ماشي داس على تعزيز السرعة يعني يعني اهم حاجة في الانجاز ده ان انت تخلي مثلا سكواد ماشي بعربية وتحاول على قد ما تقدر ان انت تسحب اللي ماشيين في العربية دول يعني صاحبي مثلا لو هم سكواد اربعة ماشيين في العربية حاول ان انت تسحب كده اتنين من العربية وطبعا صاحبي النوك في ناش على طول وهنا طبعا لو سحبت اتنين فهم هنا يتحسبو لك اتنين وعندك طبعا اول ما يعني تعمل كده او تسحب حد من العربية او تقتل حد هو ماشي بالسيارة يعني مش لازم طبعا صاحبي سيارة مركب اي حاجة لازم بس يكون ماشي بسرعة عالية اللي هي اربعين كيلومتر تمامو صاحبي او اربعين كيلومتر في الساعة يعني اللي هو صاحبي يكون ماشي بحاجة من الاخر بعد كده طبعا صاحبي بعد ما بتعمل كده خمسين مرة بتاخد ثلاث سندي كلاسيك واربعين نقطة انجاز وبعدها طبعا اول ما بتعمل كده ميت مرة فبتاخد خمس سندي كلاسيك وستين نقطة انجاز ولمستوى الأخير طبعا من الإنجاز ده بتاخد 80 نقطة إنجاز و10 سنة دي مميزة يعني صاحبي حرفيا حاجة قوية جدا عندك بعد كده صاحبي هنا إنجاز أسطورة لا تقهر وهنا برضو صديقي نفس الموضوع ولكن خلينا أشرح لك هنا أنت بتعمل ايه هنا طبعا أهم حاجة أن أنت تفوز طبعا تجيب مركز أول بتلات مباريات على التوالي ولازم طبعا صاحبي تكون المباريات مصنفة كل الإنجازات اللي أنا شرحت لك عنها دي ما تكون أعلى من الزهب يعني تكون ورقة ربحة تاج ماسي بلاتينيوم متفوق مسيطر متفوق بارع كونكر أي حاجة صاحبي تمام وهنا طبعا أول ما تفوز بتلات مباريات على التوالي فأنت صاحبي لازم تعمل كده مثلا عشرين مرة هتحصل صاحبي كده على عشرين نقطة إنجاز وسندو إن كلاسيك وآخر مرحلة أو آخر مستوى من الإنجاز أول طبعا ما تحصل على اللي هي الميداليا الكتالية للمنتصر الميداليا الكتالية للمنتصر يعني بتلات مباريات على التوالي فطبعا صاحبي أول ما تفوز بتلات مباريات على التوالي تتحسب لك مرة اللي هي طبعا ميداليا الكتالية للمنتصر أول طبعا ما تحصل على الميداليا دي مية وخمسين مرة فأتحصل هنا على عشر سنة دي مميزة وكمان الصاحبي تحصل على تمانين نقطة إنجاز يعني حرفيا صديقي يعني إنجازات يعني حاجة جمدة والله صاحبي تقدر تحصل من الإنجازات دي على نقطة إنجازات عالية جدا وكمان تحصل على لقب المصير المميز يعني زي ما انت شاه في الصاحب انقردت برضو هنا على لقب المصير المميز وعندك طبعا برضو اخر انجاز انعملته صديكك سبت منه هنا يعني عشر سنديء مميزة لو دخلنا كده على الانجازات فعندك هنا صاحب هتلاقي طبعا اتكون الاس ام جي عندك طبعا صاحب ده كده يعني اخر انجاز انخلصته يوم وهو كاتب لك التاريخ كمان يوم سبع وعشرين اتنين الفين ثلاثة وعشرين المهم يعني صاحب خدت خمسين نقطة انجاز وخدت عشر سنديء مميزة وعندك بقى هنا اتكون الهجوم طبعا صاحب كلهم زي بعض اتكون الهجوم اول ما تقتل الفين واحد بالاي ار اللي هو الانفور والسكار والاك ام وكده وهنا الاس ام جي تستبعد برضو الفين واحد كده بنادك الاس ام جي اللي هو الاي اوم بي والاو زي الطومي جن وكده وعندك هنا بقى صاحب الكنصات بالقوم طبعا تستبعد الف واحد مش القوم بس اي كناصة المحسن الام 24 الكار العمر الجديد اي حاجة طبعا صاحبي وعندك هنا استاذ ده برضو صاحبي بتقتل اخر حاجة خمسين واحد بالطوة في المكتبة صديقي اللي هي المكتبة دي عندك هنا طبعا مكتبة دي طبعا الكل رقم 18 اكيد انت عارف انه بيكون بالطوة فلازم طبعا كده صاحبي ان انت تجيب خمسين مرة انت يعني اللي تجيب اخر واحد بالطوة وعندك طبعا صاحبي انجازات كتيرة جدا اسهل من بعض وطبعا صديق ان شاء الله نعمل سلسلة كاملة نشرح فيها الانجازات دي والزي تحصل على سنديق كتيرة جدا برضو من الانجازات دي وطبعا صاحبي الفيديوهات هتكون بالتفصيل ويعني ممكن اشرح لك انجازين بس في كل فيديو مش اشرح لك انجازات كتيرة زي كده عشان طبعا اشرح لك بالتفصيل وبس كده صاحبي ده كان فيديو النهاردة اتمنى كل فيديو عاجبك وتكون استفدت من الفيديو لو استفدت من الفيديو بقى ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة وبس كده صاحبي أشوفك في فيديو جديد وسلام